اشهدت معالي سيدة فوزية بنت عبدالله زيند رئيسة مجلس النواب بما حققته مملكة البحرين من ترسيخ لقيام السلام والمحبة والتعايش وتكريس لمبادئ التسامح والاعتدال في الداخل والخارج وذلك بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى حتى باتت المملكة حاضنة لسلام ونموذجا مميزا يحتذا به في التجانس والتوافق المجتمعي مثمنة معاليها الجهود العظيمة لجلالة الملك المفدى في ترسيخ سياسة الانفتاح والتعايش وقبول الآخر وأكيدة أن مبادرات جلالته السامية تمثل علامة فارقة في تعزيز قيم المحبة والتآلف وترجمة التوجهات الرامية لتحقيق الغايات السامية للسلام والتعايش بما يسهم في الوصول إلى أهداف الأمم المتحدة في التنمية المستدامة ونوهت معاليها إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الموقرة عبر وضع الخطط والاستراتيجيات وتنفيذها سعيا لتعزيز المكانة المتقدمة لمملكة البحرين بالمبادئ والثوابت السامية التي أقرتها الأديان والمواثيق والقوانين الدولية شهدت معاليها بدور مملكة البحرين العميق عبر التاريخ في نشر ثقافة السلام والاعتدال في المنطقة والعالم أجمع وهو ما يعكس الاهتمام والرعاية التي توليها مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى نحو الترسيخ السياسة الانفتاح والتعايش وقبول الآخر وأشارت معالي رئيسة مجلس النواب إلى القيمة الهمة التي يضيفها شعار هذا العام 2021 لليوم الدولي للسلام التعافي بشكل أفضل من أجل عالم منصف ومستدام خاصة مع ما واجهه العالم بأسره من تداعيات وتأثيرات من تفشي فيروس كورونا وانعكاساتها على صحة وسلامة وأمن الجميع اشتركوا في القناة